قناة فلذاتنا سبحانك ربي يا رحمن يا من كرمت بني الإنسان وجعلت الأسرة تجمعنا وتقينا من لفح الحرمان إن قام الأب بتربيات للروح وأيضا للأبدان وزرع الخير بأبناء وأسس ذياك البنيان فسيحصد من ذلك خيرا وسيهزم أجناد الشيطان ويؤسس بيتا للتقوى ويؤيد من رب منان ويعامل زوجا بالحسنى ويعمر بيتا بالإحسان قناة فلذاتنا ويحفظ للأخت محبا فالأخت كأنفاس ريحان ويشد بكف لأخيه كي يقف في وجه الطوفان وسرتنا يا نعمة ربي يا وردا أزهر في البستان يا قارب خير يحمينا إن عصفت أمواج الخلجان إن عاشت أسرتنا بشرع سنكون معا في بر أمان سنكون معا في بر أمان قناة فلذاتنا ولادنا هم أغلى حاجة في حياتنا ويستهلوا مننا إننا نعرفهم أكتر ونخليهم يعيشوا أسوياء وصحتهم النفسية كويسة ونعرف إزاي نحسسهم بالحب والأمان علشان ما يحتاجوش حاجة من حد بر بيتهم وعلشان كده لازم نتعرف على لغات الحب عند ولدنا لأن كل طفل ليه لغة حب مختلفة عن طفل تاني حتى لو كان أخوه التوأم لغات الحب عند الأطفال خمسة وده كتاب مهم جدا لأي أب وأم عندهم أطفال لكن لازم تعرف إن فيه فرق بين الحب والدلع طيب إيه هي لغات الحب دي؟ أول لغة عندي كلمات التشجيع الكلمات دي بتحسس الطفل إنك مهتم بيه ومركز معاه وعايزه دايما يكون أحسن وإنك فخور بيه وبالحاجة اللي بيعملها ومركز كمان في تفاصيله بس أي حاجة في الدنيا لو زادت عن حدها بتتقلب لضدها يعني بلاش تكون كلمات التشجيع دي زيادة عن اللزوم لأن الكلمة بتفقد معناها مع تكرارها كتير ومش عايزينهم يحسوا برضو إن كلمات التشجيع دي حاجة طبعية طول الوقت لأنهم هيبقوا منتظرين من الناس كلمات تشجيع لما يعملوا حاجة كويسة وده مش شرط يحصل على طول طيب أمال أقول إمتى كلمات التشجيع دي؟ لما يعمل حاجة كويسة حتى لو بس روأ قطه بعد ما يصحى الكلمات دي دايما بتحفز الطفل إنه يعمل الحاجة دي كتير أو لو كان محبط أو خايف من امتحان أو من أي موقف هيمر به فأنت تقوله كلمات التشجيع دي علشان يعرف يمر بالوقت الصعب اللي هو خايف منه تاني لغة حب عندنا هي التلامس الجسدي يعني من غير مناسبة ممكن نحضن ولادنا ونمسك إيديهم في أهل كتير بيقعدوا بالأيام ما يحضنوش ولادهم إلا لما يعملوا حاجة كويسة كنوع من المكافأة مش عارفين أصلا إنهم بيحسوا إنكم بتحبوهم لما تحضنوهم يعني لما تيجي من برة أحضنو أو لما يصحى من النوم أحضنو هو بيحس بوجوده جوه حضنك وإنك بتحبوه بس لغة الحب دي ممكن تتغير لما الطفل يكبر ويوصل لمرحلة المراهقة هو هنا بيحس إنه ما بقاش الطفل الصغير اللي ينفع يتحدن بعكس البنات البنات في مرحلة المراهقة بتبقى عايزة أهلها يحضنوها وده اللي بتلاقيه بيبدأ يقل خصوصا من الأب لأنه بيشوف إنه ما ينفعش يحضنها علشان كبرت بالعكس لازم أبوها يحتويها ويحضنها بشكل معتدل علشان ما تحسش إنها عندها نقص في اللغة دي وتبقى محتاجة تعوضها برا أصل الحضن الواحد ممكن يعادل مليون كلمة بحبك أو مليون كلمة انت حبيبي الحضن كمان بيعمل حاجات كتير جدا للطفل أول حاجة بيساعد الطفل على الشعور بالأمان وبيخلي الطفل أكتر ذكاء وبيقلل الإجهاد وبيطلق هرمونات الحب بيعزز الصحة النفسية عنده ومش بس كده لا ده بيعمل حاجة مهمة جدا بيقوي مناعة طفلك لازم تحضن ابنك أو بنتك 3-4 مرات في اليوم علشان يكون إنسان سوي تالت لغة من لغات الحب هي قضاء الوقت مع الطفل اللي احنا بنسميه quality time في أطفال بالنسبة لهم تقعدوا وتتكلموا معاهم وتقضوا معاهم وقت ده بالدنيا كلها وعلى فكرة الوقت ده انت كمان محتاجه وبتحس بإمتك بوجودك معاهم مش بس بوجودهم معاك لأن الطفل اللي لغة الحب عنده هي قضاء الوقت بيقعد يحسبلك يعني مثلا ماما بتقعد تطبخ وتروأ البيت ولو بتشتغل بتقضي وقت كبير قوي في الشغل ومش فاضية بس تقعد معايا ساعة واحدة أتكلم معاها ولما يروح لبابا ويقول له بابا أنا عايزك تقعد معايا شوية يرد عليه بابا حبيبي أنا عندي شغل كتير لما هرجع هقعد معاك ولما ييجي تلاقيه بيقول له حبيبي أنا تعبان شوية معلش هنان شوية ولما هصحى هقعد معاك ولما يصحى يقول له حبيبي أنا نازل هقعد بس شوية مع صحابي ولما هاجي هقعد معاك ولما ييجي يكون الطفل مسك نفسه بالعافية من النوم حبيبي انت لازم تنام دلوقتي عشان تعرف تصحى الصبح بدري هنا الطفل بيحس انه ملوش لازمة وانه مش فارق مع اهله خليني احكي لك حكاية كان فيه ولد نفسه ابوه يقعد معاه وبيقعد يتحايل عليه وهو بيكون مش فاضي وبيشتغل طول الوقت سواء في شغله او في البيت على الكمبيوتر بتاعه ففي يوم سألوا الولد بابا هو يوم الشغل بتاعت بكام قال له خمسين جنيه ففضل الطفل يحوش مصروفه لحد ما بقوا خمسين جنيه اخدهم وراح ادهم لبابا وقال له ممكن تقعد معايا النهاردة وما تروحش الشغل احنا مش عايزين نحسس ولادنا انه قعدنا معاهم هي اخر حاجة بنفكر فيها وقوع تغلط الغلطة الشهيرة وتقول لولادك مانا بشتغل علشانكم علشان تعيشوا كويس وتدخلوا مدارس كويسة وتاكلوا وتشربوا لان ابنك او بنتك مالهمش زنب انك مش عارف توفق بين بيتك وشغلك ده محتاج منك انت تتعلم وتتدرب على تنظيم الوقت ده مش زنبهم هم خليك فاكر ان ولادك هم اهم حاجة في حياتك وما تجيش تقوليلي ما انا بقعد معاهم طول اليوم في المذاكرة علشان خلينا متفقين ان المذاكرة حاجة وانك تقضي وقت مع ولادك وتسمعيهم ويحكولك حتى لو حاجات تفهى دي حاجة تانية لان في ناس اصلا علاقتهم بأولادهم بتتوتر وقت المذاكرة الدراسات تقول ان اكتر وقت بيأثر مع الطفل هو الوقت اللي كل الاسرة بتكون موجودة في البيت مع بعض واوعى تغلط ومع زن ولادك انك تقعد معاهم تكون قاعد بس انت مش مركز معاهم ماسك التليفون او قاعد على اللابتوب بتشتغل او حتى بتلعب على التابلت لانهم بيحسوا ان قاعدتك معاهم تقضية واجب وخلاص ولما تقعدوا معاهم اعملوا حسابكم ان كلامهم بالنسبة لكم ممكن ما يكونش مهم وتبقى شايفوا حاجة تفهى بس تفتكر ان ده العالم بتاعهم وانهم مش في سنك علشان تلاقيهم بيتكلموا في حاجة مهمة وافتكر برضو انك لما كنت في عمرهم كان كلامك بالنسبة لك هو الدنيا وبيبقى نفسك والدك او والدتك يصغروا بدماغهم علشان يسمعوك ويفهموك الوقت اللي بتقضوه مع ولاتكم بيترجم لذكريات جميلة هتفضل في دماغهم مدى الحياة لغة الحب الرابعة معانا هي لغة الهدايا وده مش معناه ان الطفل اللي لغة الحب بتاعته هي الهدايا ده طفل مدي لا ده طفل الحاجة البسيطة منك هتفرحه بس لانها منك حتى لو ما استكاية هو بالنسبة له بيفرح لما يحس انك انت افتكرته وافتكرت تفصيلة بسيطة قال قدامك انه بيحبها بس لازم الهدايا دي تبقى في اوقات معينة مش على طول علشان الطفل ما يتعودش على كده ولو دي لغة الحب الاساسية عند ابنك لازم تدخل معاها لغة تانية علشان ما تبقاش هي الاساسية في التعامل حتى مع الناس اللي برا خامس لغة والاخيرة تقديم الخدمات انك تساعد ابنك في عمل حاجة معينة او انجاز حاجة هو مش قادر يعملها لوحده زي انك تذاكر معاه جزء صعب عليه دي بالنسبة له خدمة طب فرض طبعا ان ابنك اصلا بيذاكر في العادي لوحده ووقفت معاه حاجة انك تعمل له اكلة هو بيحبها وطلبها منك دي بالنسبة له خدمة الولاد نفسهم يخرجوا يروحوا الملاهي وبابا قرر انه يوديهم دي بالنسبة لهم خدمة بس لو اللغة دي هي اللغة الاساسية عند ابنك ده مش معناه انك تحقق له كل احلامه لا انت هتوازن يعني هتعلمه هتخليه جرب قدامك هتساعده هتسيبه تجرب لوحده بس انت معاه اسنده لحد ما يعرف يعمل الحاجة اللي هو عايزها لوحده مجدوه مجدوه مجدوه